نتوقف الآن مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال في سياق التقرير التالي كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن مملكة البحرين لم تتأثر كنظيرتها من دول الخليج العربي من خفاض أسعار النفط نظرا لنمو القطاع غير النفطي في المملكة وقوة القطاع المالي كما عز تقرير صندوق النقد الدولي تأثير الطفيفة لأسعار النفط إلى كثرة مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع السياحة والضيافة وبحسب التقرير فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي غير النفطي في البحرين خلال عامي 2018 و2019 خاصة وأن مملكة البحرين اتخذت خطوات سريعة في مجال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص كشف الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين باس سلمان المحميد عن اعتزام الشركة استثمار نحو 12 مليون دينار لتوسعة عمليات الشركة في مطار البحرين الدولي الجديد والذي من المزمع افتتاحه بنهاية العام المقبل 2019 وأوضح المحميد في تصريحات صحفية أن أعمال التوسعة التي ستقوم بها الشركة ستتضمن شراء معدات حديثة وتدريب الموظفين لفتا إلى أن عملية تنفيذ التوسعة ستبدأ مع انتهاء بعض المراحل الرئيسية في مشروع توسعة المطار أعلنت السوق المالية السعودية تداول أنه سيتم تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلا من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول وتطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح وذلك لسوق الأسهم الرئيسة والموازية ابتداء من يوم الأحد المقبل وأشار التداول إلى أن آلية المزاد تساعد في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا خفضت وكالة موديزة تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى البنك التجاري القطري من A2 إلى A3 وأبقت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية للبنك كما خفضت وكالة موديز تقييم الائتمان الأساسي للتجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال ارتفعت أسعار النفط واقترب خام القياس العالمي مزيج برينت من 80 دولار للبرميل بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فانزولا من الخام بعد احتمال فرض عقوبات أمريكية عليها كما شددت الولايات المتحدة موقفها إزاء إيران ووضعت قائمة مطالب شاملة مما قد يقلص صادرات البلاد من النفط ويعزز أسعار الخام هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكية تجميد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهو ما عزز الإقبال على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم وقال محللون إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغط أيضا على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين اعتقادهم بأن الولايات المتحدة ستتعرض لركود اقتصادي بدءا من العام 2020 وبحسب استطلاع خاص أجرته جريدة وول ستريت جورنال فإن 59 من الاقتصاديين يرون أن الانتعاش الحليف الاقتصادي الأمريكي سينتهي بحلول العام 2020 بينما قال 22% آخرون إنه سينتهي في العام الذي يليه فيما ترى مجموعة قليلة من الاقتصاديين أن الركود القادم سيبدأ في 2022 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر